أولاً اللقاءات أستانا المتتابعة والتي بلغت 22 جلسة حتى الآن هي تأتي في سياق التأكيد على حضور الدول الثلاثة وأضيفت إليها سوريا بحيث أصبحت أربع دول بأن هذا المشروع مستمر ولكنه ينتظر أولاً نوعية التوافقات الداخلية ما بين الأطراف المتنافسة أو المتناقضة فيما بينها حول الرؤية باتجاه مستقبل سوريا وخاصة ما يتعلق بالثلاث الأساسي إيران، روسيا وتوركيا النقطة الثانية التأكيد على أن هذه الدول تنتظر اللحظة الدولية المناسبة لكي تحل هذه التناقضات ما بين الدول الثلاث والنظر إلى دمشق كشريك أساسي محدد هو صاحب الشرعية الأساسية في الأمم المتحدة ولدمشق حريض قرارها وحقها بالاعتراض على أي شكل من انتقاص سيادتها وهذا الأمر غير متوفر حتى الآن رغم كل الضغوط المصالحة ما بين دمشق وأنقرة نعم دكتور، أنت قلت بأن الدول الثلاثة تنتظر حل الخلافات متى ستأتي هذه الفرصة؟ كيف ستحل هذه الخلافات؟ مدامة الأوضاع على الأرض هي غير مؤهلة لكي تحل الخلافات على مستوى مباحثات أستانا؟ إذا لم يكن هناك حلول على الأرض هل تستطيع مباحثات أستانا تقديم أي شيء بخصوص ذلك؟ الأمر ليس متعلقا فقط بالأطراف السلاسة وإنما هناك طرف خامس ومؤثر وأساسي في هذه المعادلة هو الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الكيان الصهيوني وبالتالي هناك شكل من أشكال الحراك الذي يعمل على كيفية تحويل المسار الجيغرافية السياسية لسوريا والأمر يتطلب أن يكون هناك توافق ليس بين هذه الدول وحدها وإنما أيضا قبول من الولايات المتحدة الأمريكية بمسألة الانسحاب من داخل الأراضي السورية المحتلة مثل ما ينبغي أن يكون هناك انسحاب للقوات التركية المحتلة فهذه المعادلة الآن على مستوى سوريا غير محققة وكل الأطراف تنظر إلى بعضها البعض بحال الترقب تنتظر انكسار انكسار هذا السوري المستمر منذ عام 2019 حتى الآن وأعتقد بأن الأمر يرتبط بالمرحلة القادمة بتصورات إدارة ترامب إلى سوريا كيف ستتعاطى معها وتتعاطى مع الملف السوري وكيف تربطه بالملف الأوكراني وحتى الملف الصيني وهل سوف يبقى الملف السوري أولوية أم ستكون ثانويا بالمرحلة القادمة كل الأمور في حال الترقب وبانتظار الكشاف طبيعة المرحلة القادمة والدور الأمريكي في هذه المسألة بالذات نعم دكتور يعني ربما النقطة الوحيدة التي تميز هذه الجولة من غيرها من الجولات السابقة هي أنها تأتي وسط ما تشهده المنطقة منطقة شرق الأوسط من تصعيد في لبنان في قطاع غزة وكذلك استهدافات في الأراضي السورية وبالفعل يعني ناقش الاجتماع هذه النقاط يعني برأيك عبر 22 جولة لم يستطع التقدم ولو خطوة واحدة في حل الأزمة السورية هل يستطيع تقديم أي شيء لما يجري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟ حقيقة النقطة المفصلية في هذه المسألة هو ما يحصل الآن في جنوب لبنان بالدرجة الأولى وما يحصل في غزة بالدرجة الثانية فهتين النقطتين هم بؤرتي الصراع الإقليمي والدولي من الناحية الفعلية وبالتالي كل المترتبات مع بعض انتهاء هاتين الحربين في البلدين سوف ينعكس على قواعد قوة جديدة في المنطقة ويمنح الأطراف الفائزة دوراً إقليمياً أكبر وبالطبع على حساب القوى الإقليمية التي سوف تخسر من قدراتها وقواها لذلك الموضوع مؤجل لاعتبارات متعددة هذه النقطة المفصلية في الصراع الدولي وليس فقط صراع أقليمي على الرغم من أن المواجهات التي تحصل هي ما بين حزب الله والجيش الصيوني وما بين حركة حماس والجيش الصيوني ولكن هذا هو رأس بل جليد فالمواجهة هي مع النظام الغربي بإضافة إلى أن هناك أطراف أقليمية ودولية تقف مع حزب الله وحركة حماس بشكل واضح وصريح أم بشكل مبطن أو بشكل الاعتماد على هاتين الحركتين كي يستطيع هزيمة النظام الغربي في المنطقة نعم لك جزيلة شكر ضيفي من دمشق الدكتور أحمد أدرزي كاتب وناشط سياسي مستقل شكرا جزيلا لك